هاي سألك على حاجة تخص البرامنز يا صلاح البرامنز كل خطوة بيمشيها في السنة اللي فاتتها حتى السنة دي يقرب جداً من بطولة يكون في دالله يقرب لها مرتين دلوقتي هو الدوري يقرب له مرة مرة كان شوية بيحاول نحن شوية في الكاس بس ليه دايماً الخطوة الأخيرة عنده مفاهد ثبات يعني ما يعني مثلاً وانا وفرج عن المبارح اصحيح الزمالك كان متفوق تكتكياً تحديداً بس مو بيرامنز ده مش ردة فعل فريق حياخد الدوري يا خلاص ده انت على باب الدوري ده مش إنجاز تاريخي ده إنجاز إعجازي إنه نادي من الزمال مش شفناش نادي بياخد أهلي وزمالك دوري طيب حلينا نرجع قبل المباراة بيوم أول مبارح أول ما يعني علنت القائمتين أحسام عالسوشيال ميديا الزمالكوية قبل الأهلوية قبل كله جاب القائمتين وقارنهم ببعض دي بالنسبة لي كانت حتى الزمالكوية ايه جمعة الأسماء دي انت شايفين الأسماء دي أحمد الشناوي الشريف إكرامي ببدايا حالس مرمان اللي حترت أنت ما تعرفوش في الزمالك محمد نديم وأسامي أسامي كبيرة أسامي دولية كل مركز فيه ثلاث لعيبة تقال جدا للدرجة إنه الباكرايك انت خد بالك أن من مش موجود النهاردة في موضوع النهاردة أحمد فاتحي سوري أحمد فاتحي أحمد فاتحي مش موجود لا وأحمد حمدي مش موجود أحمد قايمة مصول برة قام أحمد حمدي مش أساسي أبراهيم عادل كان دكة دمجة دكة إنت أفاهم قصدي إبراهيم أتوري الليعب لكن لا في ناس كتير يعني يا جماعة الناس دي اللي قاعدة وما اللي بيلعبهم فأنت نقصك إيه مش هادر أقولك برضو نقصك عقلية البطولة لأن الكل اللي موجودين خد بطولات مع الأهل ومع الزمالك ولعبة دوليين يعني هتكلم عن رمضان ولا عبدالله ولا أحمد الشناوي ولا شريف إكرامي يعني ما فيش اسم دايما ما خدش بطوله بالزبط يعني حتى في اللعبة الكبار بتوحهم طيب في رأيي الجماهير الجماهير دايما لها مفعول السحر مفعول السحر في الجماهير هو دايما بيصنع الفارق هو دايما عارف إنه هو النهاردة يعني هيروح فرح فالناس هتنتقدوا مش عشان هو راح فرح مضغطة بيهة ناس تروح أفراح وتعيش حياتها لكن عارف إنه وراء جماهير وعارف إنه وراء مسئولية عارف إنه تبقى شاية الهم الضغط نفسه شاية الهم لأ شاية الهم ناس بتحبك وناس بتشجعك وناس وقفت هو دايما كمان كان نفسي تكلم معاك فيه اللي هو الناس مش بتنتقدك ولا روح تفرح ما أنت تروح فرح وتروح وتجامل عادي حياتك طبيعية زينا كلنا بس إنت عندك مسئولية أنت مبقتش طبيعية حياتك حياتك طبيعية بس مبقتش طبيعية بتاعتك يعني مش بتاعتك اعمل حساب فيه جماهير بتحبك وقت ما جبت لهم بطولة كنت رقم واحد شالوك على عناقهم وكنت يعني ونت أسطورة الأسطير الأسطورة أنت مجرد من تجيب بطولة وبدلوقتي في مصر بالزبط خلاص بالزبط يعني فالنهاردة أنت الجماهير لك عليها حق وهي كمان لها حق عليك الجماهير لها حق عليك فالنهاردة الجماهير دي أنت وإنت خارج خسران خارج موطي وشك في الأرض بتفتح عربيتك بتجري ما أخل ستيرك ما فيش طب لو أنت خارج ما عندكش حد يحزبك عادينا ممكن أنا روح أتعشى بالليل في أي مكان بالزبط كده والناس هتسلم عليك عادي منك نجم النجوم كريم أنا فكرة هي كانت بعد الهدف الأول لأنه طبعا ضربت جزاء في أول دقيقة فكان في أنا شفت أنه في ردة فعل صح ومحاولات كتير و كورتين خاطرتين جدا واحدة شارع عواد واحدة في القايم بالزبط ولكن أنا بقول يعني هو كان ضجيج بلا ما فيش منتج يعني آه ما استمرش لا ما استمرش انت بعد الكورتين دول ما فيش فلس لبيرامدز ما فيش الزمالك بقى لما جاب الجوني التاني تحس أن لعبة بيرامدز خلاص همدي ما فيش نفسيا خلاص استسلموا هديوا المركز التاني برضو ممكن بلغة الكورة كده اتخطف بيرامدز اتخطف في المبرأة صح الهدف الأول في الضيئة أو الثواني الثواني الأولى وزيزو كمان يحطها بشكل رائع وبعدين يحصل زي ما انت قلت رد فعل وبعدين ييجي الشاب الصغير لازم نتكلم عن الموضوع ده برضو سيد نمار لازم و سيد نمار